الكونجرس يوصي بهذه التوصية باعتبار الاخوان جماعة إرهابية أو أن يتقدم أحد أعضائه بمثل هذه التوصية السؤال هنا هل بالفعل من الممكن أن يخرج مثل هذا القرار إلى النور ولو من الكونجرس فقط مساء الخير ليست هي المرة الأولى فعلا عقب تولي الرئيس ترامب السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية عضوان في الكونجرس الأمريكي دعوة لتبني وجهة نظر إعلان جماعة الإخوان الإرهابية وتوالت الدعوات والمناقشات حول جعل الإخوان الإرهابية كانت هناك عدة عوائق أخرت صدور هذا القرار بل أوقفته تماما الأولى وهي العمل الشعبوي الأمريكي داخل الشعوب الإسلامية وداخل حتى الولايات المتحدة الأمريكية ودائما إقران الإخوان المسلمين بأنها الإسلام أو أن هناك البعض سوف يقرن هذه القرارات بأنها ضد الإسلام ذاته هذا خشياته أمريكا بالإضافة إلى تحول الإخوان للعنف يعني التحول من حالة العنف إلى حالة العنف هذا خطر كبير جدا على أمريكا خشية أمريكا أن تتحول الإخوان للعنف وتتحول جماعات موالية الإخوان للعنف داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بعمليات إرهابية إذا صدر هذا القرار السبب المهم جدا أستاذ مهر لكن البعض شكك أو طالما شكك في جدية الولايات المتحدة في الإقدام على هذه الخطوة باعتبار أن الإخوان في منطقة الشرق الأوسط ورقة لدى الولايات المتحدة ممكن أن تلعب بها في أي وقت هذا هو سبب أيضا استخدام الإخوان المسلمين وتوظيفهم لدى جهاز المخابرات الأمريكية هذا هو سبب رئيسي دعا جهات ودعا أساس الأمريكيين لعدم إعلان الإخوان إرهابية فضلا على أن هناك دول حليفة لولايات المتحدة الأمريكية مثل تركيا على سبيل المثال في حلف الأطلنطي هذه الدول تمد الإخوان المسلمين بالتمويل وتدعم الإخوان المسلمين ولذلك خشية أمريكا أن يؤثر هذا القرار على علاقاتها بهذه الدول وجود الإخوان في الشمال الأفريقي أو في المشاركة في بعض الحكومات في بعض الدول ووجودها في أفريقيا هذا يعني جعل أمريكا تتراجع قليلا عن انتخاذ هذا القرار لأن هذا كان سوف يسبب مشاكل للخارجية الأمريكية أعتقد أن هذه الأسباب وهذه المسببات التي أخرت القرار يعني حالة العنف حالة استخدام مجموعات بأسماء مختلفة تابعة لتنظيم الإخوان دفعت الإدارة الأمريكية للتفكير ماليا في اتخاذ هذا القرار والمناقشة داخل الكونجرس ومجلس النواب الأمريكي التي جارت خاصة أنها يعني أزت أنظمة هي حليفة الولايات المتحدة الأمريكية لكن ما مدى تصورك سيد ماهر لما يعني يقال من أن لدى الإخوان في الولايات المتحدة ما يشبه اللوبي الذي من الممكن أن يحول دون اتخاذ مثل هذا القرار هل هذا الكلام صحيح؟ يعني المجلس المصري على سبيل المثال الذي شكله مكتب الإرشاد العلامي التنظيم الدولي هو أحد هذه الأدوات أحد هذا اللوبي الدعم القطري الكبير والمتواصل لجماعة الإخوان المسلمين بملايين ومئات الملايين من الدولارات لاستخدام مراكز دراسات أمريكية ولتمويل بعض الأشخاص لكي يخرجوا بدراسات وبأوراق تقول أن جماعة الإخوان هي جماعة سلمية وليست جماعة عنيفة وأن هذه الجماعة يمكن أن تحتوي الجماعات المتطرفة ولا شد تطرفا وإرهابا هذا كله موجود يعني هناك لوبي حقيقي لجماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكن هذا سلاح جو حدين في الحقيقة لأنهم تحدثوا اليوم عن وجود هذا اللوبي وعن وجود هذا الخطر ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية شكرا لك أشكرك سيد ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية من القاهرة شكرا لك اشتركوا في القناة